السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الفراخ الفيومي وبيت بيت كان بيدا في السنة. يا ريت يا جماعة قبل اي حاجة تعملوا الاشتراك ولايك في القناة وتفعلوا لزر الجرس. الفراخ الفيوم يا جماعة تنتشر بمناطق الفيوم ويعرف بالبي جاوي او الرمادي وله بعض المميزات. ومميزات الدجاج الفيومي كدرته الفائقة على تحمل الظروف المصرية ومكاومتها العالية للامراض. وتتناسب لحمها وبيضها لزوج المستهلك المصري. وتتميز بكلت حاجتها من الاعلاف. وارتفاع معدلات حيويتها وكلت معدلات النفوق. وارتفاع معدلات الخصوبة والفاكس بها. نتكلم عن مواصفات الفراخ الفيومي. ينتشر الفراخ الفيومي بمنطقة الفيوم. ويعرف بالبي جاوي او الرمادي وله بعض المميزات. واحد لون الريش ابيض مخطط باسود. اتنين ريش الركبة والسرج والزيل ابيض فضي في الزكر وفي الانسة. ثلاثة لون شحمة الازن احمر. اربعة الجسم مسلس الشكل. خمسة السيقان خالية من الريش ورماضية اللون وتميل الى الزركة. سبعة لون كشرة البيض ابيض. تمانية حجم الجسم صغير. تسعة لون الجلد ابيض. عشرة الطيور الفيومي عصبية المزاج. حداشر لون الجلد ابيض مزرق. اتناشر انتاج البيض قليل ومتوسط انتاج البيض في السنة من مية وتسعين لمتين وعشرين بيضة في السنة. تلاتاشر متوسط وزن البيضة من تلاتة واربعين جرام الى خمسة واربعين جرام. اربعتاشر عمر البلوغ الجنسي متأخر. عيوب الدجاج الفيومي. وزن الجسم صغير. والكفاءة الغزائية منخفضة. تلاتة الانتاجية من البيض قليلة. ونكون وصلنا الاخر الحلقة. ياريت يا جماعة لو الفيديو عجبكم تعملوا الاشتراك ولايك في القناة. وتفعلوا لزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته.